بداية أخبارنا في كرة السلة مع فريق الشباب بقيادة كابتن علي الجنيني اللي كان بيلعب النهاردة مع ميت علوان باقفر الشيخ اللي فاز بنتيجة سبعة وستين واحد واربعين في الدور التمهيدي لبطولة الجمهورية فريق هيلعب بكرة مع سبورتينج في نفس الدور عارفين طبعا أن الفريق حصل على بطولة المنطقة وإن شاء الله في طريقه للفوز باقف بطولة الجمهورية بإذن الله كل الدعم والتوفيق لهم إن شاء الله أما عن باست منتخب مصر لكرة السلة وصلت النهاردة صبح للعاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في البطولة الدولية الودية واللي هتبدأ بكرة تستمر الحد يوم 18 على صالة لوسيل باق العاصمة القطرية الدوحة قائمة منتخبنا ضمت من الزمالك كل من خالد عبد الناصر والقائمة طبعا ضمت كل من أحمد أبو العيلة بيبو أحمد عيدل أحمد ياسر رحان أنس أسامة باتريك يوسف خالد عبد الناصر سيف هندوي عمر طارق عمر الجنزي كريم حاتم هيسام كمال يوسف رفعت يوسف شوشة يوسف شحة كل الدعم والتوفيق لمنتخبنا الوطني لكرة السلة بإذن الله